تقريبا صار يعرف كل عراق حين تحدث أزمة معينة كبيرة أو صغيرة أنها ستقابل بتشكيل لجنة يتبعها صمت نبدي أو لجنة أخرى وهكذا لا يعرف السياق السياسي في العراق الحل السريع والجذر للمشاكل التي تبتلع البلاد من الشمال إلى الجنوب حتى صارت اللجان تقابل بسخرية ولا مبالات من الشارع الذي يعتقد أن حلا سيجري حين يتم الإعلان عن تشكيل لجنة والعام 2022 كان حافلا بتشكيل اللجان لجنة تتبع أخرى لكنه انتهى وتقريبا لم تحل الأزمات التي تبقى تتجذر إلى أن تتحول إلى ظاهرة تتسبب بمعاناة تلو أخرى ففي الثالي عشر شمات شكل البرلمان لجنة متخصصة لتقصي الحقائق حول ضحاية ظاهرات تشرين لكن ناشطين لازلوا يتحدثون عن قتلة أكثر حرية من أي عراق خائف ويترقب المجهول وعلى سبيل المثال أيضا شكل مجلس النواب لجنة في تموز الماضي أيضا لتقصي الحقائق ميدانيا حول القصف التركي لكنها لم تنتج حلا ولزل القصف يوقظ الناس الآمنين في شمال العراق ليلا ويفزعهم نهارا أما الاشتباكات الدامية التي حصلت في المنطقة الخضراء في نهاية آبا الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من ستين شخصا فلا خبر عنها ولا وحي نزل كما تقول العرب والحكومة الجديدة بدأت مسيرتها بتشكيل اللجان أيضا لكن أبرزها كان لجنة للتحقيق بمقتل مواطن أمريكي وسط مغداد لم تعلن شيئا حتى الآن ويكاد الموضوع أن يذهب إلى خانة النسيان رغم آثاره على العراق دوليا وإقليميا وقبل نحو أسبوعين تقريبا سقط ثلاثة قتلى ونحو ثلاثة وعشرين جريحا إثر اجتباكة بين قوات الأمن ومتظاهرين في الناصرية طالبوا بإسقاط التهم عن الناشط حيدر الزيدي الذي أصدر القضاء حكما عليه بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة الإساء إلى الحجد الشعبي كما طالبوا بإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين وعلى إثر سقوط القتلى صدر الأمر بإعادة العمل باللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول مقتل المتظاهرين حيث أعلنت اللجنة تورط أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية لكنهما أثار غضب نشطاء أيضا حيث أشروا إلى صعوبة استعاب تورط منتسب واحد بنزيف دماء لقتلى وجرح ورأوا أن الإعلان محاولة لاحتواء الغضب الصادر إثر الحادثة أو تأتي على وفق المثل القائل إذا أردت إخفاء الحقيقة فقل نصفها وبين القضايا كلها بدأ أن تشكيل اللجان خلال العام 2022 كالأعوام التي سبقته فأما أن يتم التغاضي عن النتائج ونسيانها أو الظهور بقرارات غير مرضية أو لا تكون بحجم الحدث أو أنها تحمل خيوطا سياسية تؤثر وتدع مصالحها الخاصة على الحدث وفي كل الحالات يتحول تشكيل اللجان إلى أداة لتغييب الحقيقة ومحاولة تسخيرها لتعميق الأزمات وتكرارها بأشكال تعبيرية مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر